إلى عائلته بناته السلاس وزوجته الفنانة نانسي عجرم عاد الدكتور فادي الهاشم بعدما قررت مدعي عام جبل لبنان القاضي غاد عون تركه بسند إقامة على أن تستكمل التحقيقات في الملف قرار القاضي عون الذي صدر بعد 48 ساعة على الحادث والتوقيف جاء بعد تكوينها قناعة من الأدلة والمعطيات وأفلام كاميرات المراقبة بأن ما قام به الهاشم لناحية قتل السارق السوري ميم حاق ميم الذي اقتحم منزله بهدف السرقة منتصف ليل السبت الأحد كان دفاعاً مشروعاً عن النفس ولأن فادي فضل عدم الكلام بطلب من وكيله القانوني المحام جابي جرمانوس نفت عجرم كل الإشاعات التي تحدثت عن أن السارقة كان يعمل في منزلهم الشخص يلي فيت حرمة البيت ما بيشتغل عنه وما منعرفه يلي شايفه فادي واللي شفته أنا هو شي مجهول نحنا ما منعرفه كان بالقناع كان حمل فرد كان إجا بده يهدد معه شي على خسره هون شي ما بعرف يدرب فيه كان عم معه كل شي بتسبب التعليق أنه هو جاي يسره وجاي يأزي رينا كتير تعليقات على السوشيل ميديا مننا كان عم بيأيد يلي عمله فادي ومننا كان بمطرح معين إذا بدنا نستعمل كلمة عم ينتقد أو عم بيزايد هل كان أنتوا كنتوا عم بتعيشوا هيدا اللحظة الصعبة هل كان عنده خيار تاني أنه يعملوا غير أنه يلي صار أنا بس بدي أقول لكل شخص هو انتقد فادي على يلي عمله يحط حاله بزيت الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ننسي عجرم شكرة القضاء على إنصافه زوجها والأجهزة الأمنية على حرافية تحقيقاتها وكل من اتصل للإطمئنان عليهم على مدة ست سبع دقائق عم يكل تهديد كان أنه وين مرتك وين ولادك ما تتحرك على إيديك وهذه ردة الفعل لا أنا ولا فادي ولا عائلتنا كلها نتمنى اللي صار وأنا من خلالكم بدي عزي أهله بدي عزي والدته بدي عزي زوجته بس الظروف وما فيه بعتقد ولا بي يعني بيحس أنه غبرة عم بتدق بوليده وبيسكت الـ LBCI حصلت على تسجيلات كاميرات المراقبة كاملة والتي تظهر كيف تسلل السارق إلى منزل العائلة وكيف انتظر على الشرفة قبل دخوله أما اللحظات التي هدد فيها الهاشم فهي غير مصورة كون التهديد حصل في غرفة النوم حيث لا كاميرا للمراقبة ترجمة نانسي قنقر